الاضياء كمان وكمان وكمان عايزين تعرفوا الحكاية بس قولها من البداية الحكاية مش حكاية كاس الحكاية حكاية ولاد ناس الحكاية حكاية جمهور عاشق الحكاية حكاية ادارة محترمة الحكاية حكاية فريق مشتاء الحكاية حكاية جهاز فني بيعمل على قدم وصاق الحكاية كتيرة وكبيرة وجميلة ورائعة وممتدة وموصولة في حواديت يقولك حلوة ولا ملتوطة يقولك حواديت النادي الاهلي دايما حلوة ومظبوطة مظبوطة تظبط لك الدماغ وتروأ لك البال وتصلح لك الحال دي حكايات النادي الاهلي مع بطولاته اللي دائما وابدا هي حديث الملايين ليس من الشعب المصري فقط ولكن عبر كل أنحاء العالم الأهلي في إفريقيا وفي الوطن العربي وفي الشرق الأوسط هو ريال مدريد لو أنت بتحب الريال هو البرسة لو أنت بتحب البرسة هو المان سيتي لو أنت بتحب المان سيتي هو الإنتر لو أنت طلياني هو الميلان لو أنت برضو طلياني هو 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 الكوكتيل من كل دول هو النادي الاهلي لكن تعالوا للحكاية الحكاية بدأت لما كانت اخر بطولة حصل عليها النادي الاهلي 2013 امام ايرلاندو بيرتس الجنوب افريقي وكان الاهلي بقيادة المدرب المصري محمد يوسف وبعدها توقفنا تماما جينا من 2014 وكل سنة وحضرتك طيب ودعنا البطولة قدام اهلي بني غازي رحنا الكنفدرالية وفزنا بيها بس دي ما بترضيش جماير النادي الاهلي لانهم عارفين نهاية البطولة الاضعف والاقل مستوى والتي لا ترضي طموحات جماير النادي الاهلي على الاطلاق خرجنا من 2015 امام المغرب التطواني من دور الستاشر ثم رحنا الكنفدرالية وخرجنا كمان من الدور نصف النهائي امام ايرلاندو بيرتس 2016 خرجنا بغرابة شديدة جدا من دور المجموعات في دور التمانية 2017 خسرنا النهائي امام الوداد المغربي 2018 خسرنا النهائي امام التراج التونسي في نهائي كانت له احداثه وظروفه 2019 خرجنا من دور ربع النهائي امام ساندونز بعد الهزيمة في بيروتوريا بخماسية نظيفة والفوز ايابا بهدف نظيف وضيعنا في مباراة العودة اهداف بالجملة تعالى بقى بعد هذه الخسارة ما الذي حدث فريق خسران بالخمسة بقاله اربع خمس سنوات نفس بالبطولة والدنيا ما بقتش حلوة بالنسبة له وهزيمة تكسر الظهر لكنه ما الذي حدث بالصوت والصورة بالصوت والصورة جماهير النادي الاهلي عملت ملحمة بعد مباراة الواحد صفر والخروج من البطولة وصاندونز تأهل وصعد لعبت النادي الاهلي يجمعوا نفسهم في وسط الملعب وفجوا بالجماهير اللي كان مالي الاستاد بينادي عليهم وسط الدموع والاحزان وسط الحزن والآلام لكنها هنا على الحلوة والمرة معاه اتجمعوا كبرهم وصغرهم اذا كان هناك من يبكي ومن تبكي لكن كان هناك الكثيرين اللي عندهم الامل اتجمعوا اتكلموا دعوا ربهم حسام عشور قدم الاعتذار كان كابتن النادي الاهلي وقال انه نيابة عن زملائه بيتقدم الاعتذار وقال لا توجد مبررات لكن اقف مع هذا المشهد وقفل الصورة من فضلك وقفل الصورة فريق خسرون خمسة خارج ملعبه فريق خارج في ملعبه كسب واحد صفر فقط لا غير ولو كان عندي الحقوق كنت زعتلك مجمل الفرص الضائعة من الاهلي في هذا اللقاء لكنه خسر وخرج اللعيبة عندهم من رباطة الجأش ما يكفي ان هم يجمعوا نفسهم ان هم يتكلموا الجمهور عنده من الثقة في نفسه وفي فرقته انه عارف انه هو الوحيد اللي يقدر يرجعهم وبالتالي يهتفوا كلهم وشايف حضرتك المدرجات مليانة عن اخرها بالجماهير بتشجع وبتؤازر وبتساند يتقدم اللاعبين باعتذار رسمي للجمهور وبيان رسمي للجمهور ويتقدم كابتن محمود الخطيب الصفوف ويتحدث بلهجة غاضبة ولكنه يؤكد الثقة وانه عارف قيمة النادي الاهلي وانه عارف اللاعبة دي تقدر تعود من جديد وتعيد النادي الاهلي من جديد الى منصة البطولات الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي انتو شايفينه تقدم لعابه الاهلي باعتذار رسمي للنادي وجمهيره عما حدث في جنوب افريقيا والهزيمة امام ساندونز بخمسة اهداف كلام بقى حسام عشور وكلام اللاعبة ثم رويته عن الكابتن خطيب وعن غضبه وعن دهشته وعن زعله لكنه عن ثقة في النهاية في اللاعبة من هذا الاعتذار ومن هذا الموقف بدأت الرحلة الجديدة من هذه المسندة من جماهير النادي الاهلي انا النهار ده جاء عشان افكرك وعشان تعرف دورك كان عامل ازاي على فكرة اللي حيقول للمدرجات وراء فاضية لانه ده كان الجمهور اللي مسموح به في هذا التوقيت وانت عارفين جماهير النادي الاهلي عامل ازاي هنا من خرج من النادي الاهلي وهنا من استمر مع النادي الاهلي ولكنه هذه الجماهير هي المستمرة دائما وابدا ادي ناصر ماهر كالعيف في النادي الاهلي أيمن أشرف كاللعايب في النادي الآلي حسام عشور صلاح محسن عدد كبير جدا من اللاعبين لم نتوقف لم ننهار لم نستسلم لم ندعي المظلومية خالص عندك أخطاء عالجها وابدأ اشتغل